لسه منذ لحظات بالتحديد وخاص بقطاع كرة القدم الخبر بيقول ان الكابتن محمود الخطيب يشكل لجنة للتخطيط للكرة في الاهل قرار مهم وخبر مهم جدا خليني ارى على حضرتكم قرر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي والمفوض من المجلس بشؤون كرة القدم تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طاها اسماعيل وتضم في عضوياتها كل من الكابتن زكريا الناصف طبعا نجم النادي الاهلي السابق والكابتن خالد بيبو ايضا نجم النادي الاهلي السابق بالاضافة طبعا القيمة والقامة الكبيرة الدكتور طاها اسماعيل طبعا نجم نجوم النادي الاهلي السابق وجاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والادارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا السلسي والذي يمثل اجيال كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة لنادي الاهلي وتقوم لجنة التخطيط التي يشكلها الكابتن محمود الخطيب بأعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع قرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء الفني أو الأداء فنيا وإداريا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهل في المكانة التي يطلق بتاريخه وتسعد جامهيره هذا وتبدأ اللجنة أول اجتماعتها في الثانية ظهر الأحد المقبل لتقييم دراسة الموقف قبل وضع تصور جديد لقطاع القرى خبر مهم جدا في الحقيقة وشيء جيد من الكابتن محمود الخطيب المفوض من مجلس إدارة النادي الأهل الأشراف على قطاع قرة القدم إنه هو أكيد يشوف إيه الصالح بالنسبة للنادي الأهل لقطاع القرى بالتحديد وخطوات أكيد هتكون مهمة جدا طبقا للرؤية الخاصة بمجلس إدارة النادي الأهل والكابتن محمود الخطيب وإن شاء الله اللجنة دي يكون لها دور كبير جدا جدا في التخطيط لقطاع القرى خلال السنوات الكثيرة المقبلة بما يفيد ويعود بالصالح على النادي الأهل بشكل عام وبما يصعد كل جماهير النادي الأهل ودلأ أكيد كلنا بنتمنى وكلنا منتظرين من النادي الأهل دائما اشتركوا في القناة